اشتركوا في القناة اسمايات التهاني وعطيب التبركات مقرونة بخالص الولاء والطاعة وعظيم الامتنان بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين على تأسيس جلالته لقوة دفاع البحرين الباصلة الذي يصادف الخامسة من فبراير وأكد معالي القائد العام بقوة دفاع البحرين في برقيته أن رجال جلالة الملك المعظم في قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم يجددون العهد والولاء أمام الله عز وجل بأن يظلوا جنود جلالته المخلصين لجلالته وابذن مزيدا من العطاء والتضحية في سبيل رفعة ومنعة مملكتنا الغالية ضارعا إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه بعنايته وأن ينعم على جلالته بعظيم كرمه وأن يعيد هذه المناسبة عواما عدة وأزمنة مديدة وهو ينعم بمغفور الصحة والسعادة وعلى وطننا الغالي بالتقدم والرقي والازدهار وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عرب جلالته فيها عن بلغ الفخر والاعتزاز بتهنية معالي بالذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين الدرع الواقي لوطننا العزيزة معرفا جلالته بهذه المناسبة العزيزة لمعالي عن خالص اعتزازه وفخره بمنتسب قوة دفاع البحرين قادة وضباطا وجنودا وأفرادا مهنئا جلالتها الجميع بما تحقق من إنجازات كبيرة ومشرفة في اكتساب الكفاءة والخبرة بالتدريب رفيع المستوى وبالجهزية الكاملة للذود عن حياض الوطن وأهله مقرونة بمعاني الشكر والتقدير لمعالي على ما يطلع به من جهود كبيرة ومقدرة حتى تكون قوة دفاع البحرين في مستوى الآمال والطموحات بتعزيز كفاءتها وتسليحها للتعامل مع مختلف المنظومات العسكرية المتقدمة ولتواكب المستجدات في المجالات العسكرية والتقنية كافة من أجل الاستعداد الدام لأداء واجبها الوطني المقدسة مؤكدا جلالت أن قوة دفاع البحرين سوف تبقى دوما بحول الله وعونه موضع اهتمامنا ومتابعتنا واعتزازنا وثقتنا لتحقيق الأهداف والأمان لتطوير مسيرتها المضفرة سائلنا الله تعالى أن يحفظ معاليه وأن يسدد على طريق الخير خطأه شكرا